ترجمة نانسي قنقر وأشاد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصدور أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين والبدء بها فورا والتوجيه إلى افتتاح وترميم وتأهيل عشرين مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في مختلف محافظات المملكة وتوجيه سموه بتوفير الميزانية اللازمة لخطة إعادة إعمار بيوت الله واعتماد المعايير الحديثة والتصميم الإسلامية في إعادة بناء وتطوير المساجد ونوها معالي وزير العدل بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تهيئة المساجد والمزيد من العناية بها وتوفير أسباب الراحة والسلامة والطمأنينة ترجمة نانسي قنقر